زباط الشرطة كل سنة بيدرب في جامعة القاهرة الأمن في وقتين وقت أجازة السنة والأجازة السنة يعني هم الوقت بيخدعوا للتدريب تدريب مستمر والكشف عن المخدرات والمنشطات والكلام ده كل ولذلك النهار ده كمية الشكاوى بتقل يعني أنت لما بتعمل هذا الأمر كمية الشكاوى بتقل إحنا مجتمع بشري يعني ممكن يكون فيه أخذ وراد إنما الظواهر السلبية أصبحت بتقل الشكوى من الأمن أصبح أقل من وقت كتير كان عندي في بعض الأحيان كانت الشكاوى لا تنقطع من الصحفيين ضد الأمن ومن الطلبة ضد الأمن فإحنا دلوقتي بنعمل لهم في الحقيقة عملية كمان تأهيل نفسي الترتيب ليه منذ مدة طويلة يعني قعدت ألح فيه يعني أنا اللي كنت بلح فيه وكنت شايف إنه حضور فضيلة الإمام الأكبر لجامعة القاهرة أولاً هو دعم ليه إصلاحتها ودعم ليه برنامجها الثقافي بالإضافة إلى أن كانت الفكرة أن يبقى فيه حوار مباشر بين فضيلة الإمام والشباب كانت فكرة عجباني قوي كانت دخلها دماغي لأنه الموسم الثقافي في جامعة القاهرة قام على فكرة الحوار المباشر اشتركوا في القناة